للمزيد من العطاء يرجى الاشتراك بالقناة ودفعي لزر الجرس وتستخدم للمفرد المذكر مثال انظر إلى اللوح نستخدم الهو قبل التواريخ مثال في ثمانية أيار نحتفل بنهاية الحرب العالمية الثانية أيضا نستخدم الهو قبل الألوان مثال الأزرق هو لون المفضل نستخدم الهو أيضا قبل اللغات مثال من الصعب تعلم اللغة الصينية أيضا نستخدم الهو قبل البلدان مثال زرت اليابان الأداة الثانية من أدوات المعرفة هي لا وتستخدم للمفرد المؤنث مثال إنها جارة ابن عمي أيضا نستخدم لها قبل الأسماء الخاصة مثال لسين يعبر نهر السين باريس مثال آخر فرنسة بلد رائع الأداة الثالثة من أدوات المعرفة هي لي وتستخدم للجمع سواء كان مذكر أم مؤنث مثال اشتريت الكتب المطلوبة أيضا نستخدم لها قبل أسماء العائلات مثال نحن مدعونا عند بيت وينسر نستخدم لها قبل أسماء السكان مثال الفرنسيون متماشيون مع الموضة أخيرا نستخدم لي قبل البلدان تعتبر الإمارات بلد عربي متحضر ملاحظة الاسم المفرد المذكر والمؤنث الذي يبدأ بحرف صوتي نضع مثال التلميذ مهذب مثال آخر الإنسان مقدس شكرا لحسن سماعكم نتمنى أن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا جرس الإشهارات